وصل إلى البلاد مساء اليوم رئيس اتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا ومن المقرر أنه سيقوم بالعديد من الزيارات إلى المرافق الرياضية بالبلاد وسيعقد العديد من اللقاءات مع المسؤولين بالقطاع الرياضي محمد خميس مهدي فور هبوط الطائرة التي كانت في متنها رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني أمفانتينيو وكان في استغباله عند سلم الطائرة كل من وزير الشباب والرياضة والطرفيه يوسف أبا صلاح ورئيس الفدرالية الشادية لكرة القدم مختار محمود هذا وبعد استراحة غصيرة في صالة كبار الزوار تبادل كل من رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني أمفانتينيو وعضاء المكتب التنفيذ للفدرالية الشادية لكرة القدم مجمل وجهات النظر حول المسائل المتعلقة ببرنامج زيارته للبلاد وعند خروجه من صالة المطار وجد رئيس الفيفا جياني أمفانتينيو حفاوة بالغة من عدد من مدربي كرة القدم ولعبي الأندية الرياضية ومشجعي ومحبي الكرة المستديرة كما قدم عدد من اللاعبين الناشئين استعراض كروي نالي عجاب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم وعرب عن فايق فرحتي وارتياحي لحفاوة الاستغبال وعند نهاية مراسم الاستغبال توجه موكب الوفد الزاير إلى مقر يقامته في إحدى الفنادق هذا وسيقوم رئيس الفيفا بزيارة تفقدية لعدد من المرافق الرياضية بالإضافة لعقد لغاءة عمل مع المعنيين بشؤون الرياضة في البلاد